مثل ما حكيت بالبوست اللي نشرته على الكميونيتي فبعد محاولات كتير لاني احصل على الجي بيو باث رو انه يشتغل مع كارت الشاشة المدمج اخذ مني وقت طويل ليشتغل لان بالاساس هاي الطريقة بتطلب كارتين شاشة ويفضل انه الكارتين يكونوا منفصلين يعني انفيديا او اي ام دي او حتى كروت انتل الديكيتد وليست الانتيجريتد يعني اذا عندك لابتوب عليك كارت شاشة مدمج مع ال سي بيو انتل او اي ام دي وعندك كارت مستقل انفيديا فامورك بالسليم بس اذا عندك فقط كارت شاشة واحد اللي هو الكارت المدمج فقبل ما حدا يسألني بالتعليقات هاي الطريقة ما بقول مستحيلة ولكنها شبه مستحيلة لانه انت بالاس بدك اي شي يقدر يوصل المعلومات يعرضها على الشاشة فاذا رحت وديت كارت الشاشة المدمج لماكينة الافتراضية فبهي الحالة انت رح تخسر امكانية الوصول للنظام الاساسي فاذا كنت بدك تقوم بهي الطريقة على كارت واحد فالحل الوحيد انه يكون في عندك كمبيوتر تاني ومن الكمبيوتر التاني توصل للنظام الاساسي باستخدام الاس اس اتش او الريموت ديستوب يعني قولا واحدا بدك كارتين شاشة لا حدا يقل لي عندي كارت مدمج واحد وبدي اعمله path through لانه العملية يعني انا بوجهة نظري ما بتستحق العناء عندك كارتين شاشة رح نكمل عندك كارت واحد اذا بدك تشوف الفيديو من باب انك تتعلم شي جديد او من باب المتعاف فكمله بكارت شاشة واحد ما رح رد على اي تعليق يعني بعتذر بس ما رح رد على اي تعليق فقبل ما ندخل بالتفاصيل بدي نوه انه الفيديو لهدف تعليمي بحد وتجربة هاي الطريقة رح تكون على مسؤوليتك الشخصية وعملية path through بالاساس موجهة للمستخدمين المحترفين نوعا ما لانها بتطلب ان يكون في عندك دراية كاملة بالهاردوير اللي عندك وانا اكيد ما بقدر غطي كل الهاردوير الموجود لاني انا بتعامل مع عدد محدود من الاجهزة اللي عندي فاذا كان عندك لابتوب معين بمعالج معين او كارت شاشة معين فلازم انك تقوم بعملية البحث بنفسك لتشوف اذا كان جهازك متوافق او لا العملية رح نقوم فيها باستخدام الqemu kvm مثبت على arch linux باستخدام الطريقة المشروحة على wiki arch كمان اذا كان عندك توزيعة تانية غير arch بس شرط اساسي انك تكون عم تستخدم الqemu فكمان لازم انك تعمل شوية بحث لتشوف اذا كانت كل الخطوات اللي عمالي اللي رح اشرحها اليوم هي نفسها اللي موجودة على mint موجودة على wiki موجودة على debian موجودة على ubuntu هلا هي الطريقة موحدة بس في بعض التوزيعات مثلا تستخدم الانيترام fs بشكل او بتقوم ببنائها بشكل مختلف عن توزيعة تانية الفيدورة بتقوم فيها بشكل مختلف عن ubuntu بشكل مختلف عن arch فهي الخطوات لازم انك تشوف كيف تعملها على توزيعتك كمان هذا الموضوع رح يتطلب منك انك تقوم بعملية البحث بنفسك النقطة الثالثة الفيديو بيفطرد انك عم تستخدم الqemu kvm وليس ال virtual box على الاقل بتعرف كيف تثبته او انه يكون مسبت عندك انا رح خصص بالمستقبل فيديو عن كيفية تثبيت ال qemu بس بفيديو اليوم رح افطرد انه موجود عندك وبتعرف كيف انك تنشئ ماكينة افتراضية مع انه بنهاية الفيديو رح نقوم بانشاء ماكينة افتراضية باستخدام الفيرت مانيجر النقطة الرابعة العملية رح قوم فيها على ديستوب مع معالج انتل وكرت شاشة مدمج انتل وكرت شاشة انفيديا مستقل واللي رح نقوم بعملية ال path through اللي هو كرت الشاشة المدمج وليس كرت انفيديا بعرف انه هاي الطريقة هي عكس ما بيعملو اغلب الناس اللي بتقوم بعملية ال gpu path through اللي بيخلو الكرت المدمج للنظام الاساسي او الهوست وبيبعتوا كرت انفيديا للماكينة الافتراضية اللي هي بالاعمل اغلب رح تكون ماكينة ويندوز لحتى يعملو عليها gaming هلا بالنسبة الي شخصيا انا باعتبار انه كرت انفيديا بالنسبة الي على النظام الهوست اهم بكتير من الماكينة الافتراضية فرح ابعت الكرت المدمج لاني بالاساس مالي gamer وانا استخدامي لويندوز شبه معدوم الا لاغراض اني اعمل بعض فيديوهات اما انا لستو gamer وما باستخدم ويندوز فلا هاد السبب رح ابعت الكرت المدمج بس الطريقة رح تكون مطابقة مية بالمية في حال كنت بدك تبعت كرت انفيديا هلا مثل ما حكيت بالبوست انه الطريقة اللي عمالي اعملها باني ابعت كرت المدمج ما عماله يشتغل على ويندوز مثل ما رح نشوف بنهاية الفيديو مع انه عماله يتعرف عليه بس لانه في لها بعض الامور اللي ما امت فيها مع امكانية القيام فيها لاني بالاساس مثل ما حكيت برجع وبكرر انه انا مالي مهتم بويندوز فرح اعرض الويكي اللي ممكن انك ترجع له لحتى تشوف كيف ممكن انك تعمل هاي الخطوة اذا كنت بدك تبعت الكرت المدمج لماكينة ويندوز وتستخدمها النقطة الاخيرة قبل ما ندخل بالتفاصيل بعرف انه المقدمة طولت كتير بس كل هاي الامور لازم اني وضحها قبل ما ادخل بشرح الطريقة لاني بعرف انه في كتير ناس ممكن انها تكون مهتمة بهي العملية بعملية الPCI Path Through بس لازم اني وضح هاي الامور لانه هاي بتعتمد مثل ما حكيت بالمقدمة بتعتمد على الهاردوير اللي عندك فالمتطلب الاخير انه يفضل هلا انا رح قوم بهي العملية باستخدام شاشتين الشاشة الاولى موصولة على كرت شاشة انفيديا اللي هو النظام الهوست والشاشة التانية موصولة بالكرت المدمج ويفضل مع انه ليس شرط اساسي يفضل انه يكون في عندك كيبورد وماوس مستقلين لحتى تخصصهم للماكينة الافتراضية هلا انا ما رح استخدم كيبورد وماوس مستقلين رح استخدم طريقة اني ضل عملي استخدم ماوس واحدة وكيبورد واحد بين النظام الهوست والماكينة الافتراضية بس بهي الحالة لازم انك تعرف كيف انك تبدل بين الهوست والفيرتشول ماشين فوجود ماوس اضافي وكيبورد اضافية هاد بسهل حياتك بشكل كبير جدا فمن ويكي ارتش منشوف انه القسم الاول بيحكي عن المتطلبات اللي لازم تكون متوافرة بالهاردوير اللي عندك وبالاخص دعم الفيرتولايزيشن ودعم الاي او ام ام يو اللي هي بشكل مختصر وحدة ادارة الزاكرة المسؤولة عن ادارة الدخل والخرج واسهل طريقة لتشوف اذا كان معالجك والمادربورد اللي عندك تدعمها هو انك تعمل بحث عن اسم المعالج اللي عندك مع كلمة اي او اي ام ام يو على جوجل او اي محرك بحث تاني فبالاعم الاغلب رح يقل لك اذا كان كرتك او اذا كان معالجك بيدعم هاي الميزة او لا اكتر المعالجات اللي صدرت بعد سنة الالفين وارباطعش جميعها ما بقول كلها جميعها بتدعم ال اي او ام ام يو هاد شرط اساسي لتقوم بعملية البات ثرو اذا كان معالجك ما بيدعمها فما رح تشتغل معك هاي الطريقة وبالاعتماد عالم سواء ان كنت عم تستخدم ديسكتوب او لابتوب فمتل ما رح نشوف انه عملية تفعيل ال اي او ام ام يو تختلف من مادر بورد لمادر بورد تانية او من شركة مصنعة لشركة مصنعة تانية فاول شي لازم انك تعمله انك تدخل لاعدادات البيوس وبالبيوس رح ندور على شي اسمه اما ال VT-D بحالة انتل او بحالة AMD اذا كان معالجك AMD فعالاغلب يكون اسمها VT-X او AMD-VT المهم بحالة لازم انك تدور على AMD لانه انا ما عندي معالج AMD بس متى ما شفنا ال VT-D رح نقوم بتفعيلها وكمان اذا دورت على IOMMU وكانت موجودة فرح نقوم بتفعيلها يعني اي شي له علاقة بال VT-D بال IOMMU بال AMD Virtualization ما بارش وهي الاسمه اللي ممكن تكون موجودة بال mother board اللي عندك منفعل كل هاي الامور وبعدين منرجع منعيد اقلاع منعيد تشغيل الجهاز فالخطوة الاولى هي تفعيل هاي الامور من ال BIOS باللابتوبات بتوقع انه العملية ليست بسهولة الدسكتوب بس اذا قدرت تفعلها من اللابتوب فعلها من اللابتوب وبعدين منكمل نرجع منعيد الاقلاع لالArch او لأوبونتو او ايا يكن وكمان شرط تاني اساسي انه النظام الاساسي اللي عمالك تستخدمه والماكينة الافتراضية اللي اتنين يكونوا شغالين باستخدام UEFI اذا عندك Legacy BIOS فما رح نكمل بهذه الطريقة بدنا نستخدم UEFI لحتى يشتغل معي Path Through شفت على احد الاب شفت باكتر من مكان انه في امكانية نشغلها مع Legacy BIOS بس انا ما جربتها انا بس بستخدمها مع UEFI اكد اذا عندك Legacy BIOS فما بدك تقوم بعملية البحث بنفسك فهلا بعد ما فعلنا VTD فعلنا IOMMU من الBIOS ضل في عنا لازم انه نفعلها على مستوى النظام من السيستم اللي عنا فلحتى نقوم بهذه العملية اول شي رح نضيف Kernel Parameter للغرب او للبوتلودر اللي عمالك تستخدمه فرح نجي ونقل له sudo nvim slash etc slash default slash grab هلا بنجي للسطر اللي في كلمة cmdline underscore linux underscore default هلا في عندي كتير اشياء انا ضيفها من قبل بس الشيء الاساسي اللي لازم اني ضيفه اللي هو موجود اللي هو intel underscore IOMMU يساوي on هاي بحالة intel طبعا بحالة AMD رح تستبدلها بAMD underscore IOMMU والكلمة التانية اللي هي IOMMU يساوي PT هدول اللي اتنين لحتى نفعل IOMMU على مستوى النظام فبعدها رح نحفظ الملف ونطلع منه ولازم انه نرجع ونعمل اعادة توليد لconfig اللي grab فرح نقول له طبعا هاد الكلام بحالة هاي الخطوة اللي هلا حاليا عمالي اعملها بحالة arch اللي رح قل له grab dash makeconfig dash o slash boot slash grab slash grab dot cfg على Ubuntu رح تقول له sudo grab dash update أو update dash grab على Fedora رح يكون فيها طريقة مختلفة فالمهم انه نعمل اعادة توليد لconfig الخاص بgrub هلا بعد ما عملنا هاي الخطوة لازم انه نعمل اعادة تشغيل هلا انا عامل هاي الخطوات بشكل مسبق فما رح اعمل اعادة تشغيل بس بعدها لازم نتأكد انه هل تم تفعيل IOMMU ولا لا طبعا كل هاي الخطوات انا عمالي ااخدها من الويكي انا مالي جايب اي شي من عندي كل الخطوات من الويكي فلحتى نتأكد اذا تم تفعيل IOMMU فرح نكتب الامر التالي سودو دي ام اي اس جي وبعدين رح نمررها رح نستخدم الدي ميسج لحتى نشوف لحتى نشوف لوج السيستيم او لوج الكيرنل ورح نمررها رح نعمل لها عمليات بايبينج لجريب لحتى نشوف اذا كان في عندي الدي ام اي ار او اي او اي او اي ام اي او موجودين ولا لا فبهذا الاوتبوت رح نشوف انه كلمة IOMMU هذا الكلام معناه انه ممكن كمل بالخطوات اذا طلعت disabled او ما طلع عندي اي اوتبوت فهذا الكلام اما معناه انك ما امت بتفعيلها من الجرب او ما امت تفعيلها من البيوس او انه معالجك بالاساس ما بيدعمها فما في امكانية انك تقوم بالعملية هلا تأكدنا انه IOMMU مفعل وenabled فرح نكمل بالخطوات الخطوة اللي بعدها انه انا بدي شوف كرت الشاشة او كرت الصوت او اي شي بدي اعمله عملية path through موجود ضمن مجموعة IOMMU الصحيحة ولا لا وهل ممكن اني اجمع اكتر من اكتر من peripheral او اكتر من hardware بمجموعة واحدة او هني بالاساس موجودين بنفس المجموعة او لا فلهذا الكلام لحتى نقوم بهذه الغاية لو اجينا لarch wiki رح نشوف انه في عندي بالقسم 2-2 انشورين that the groups are valid في عندي سكريبت هاي السكريبت باختصار رح انسخها وحطها بملف جديد هلا انا الملف موجود اردي عندي مسميه paththrough.sh السكريبت حاطتها على الhome directory بتحطها بالمكان اللي بدك يا لو قلت له كاتل paththrough رح نشوف انه هي نفس السكريبت اللي موجودة على الarch بعدين لازم اني اعملها executable باستخدام اللي تشمود بلاس اكس وبعدين لازم اني نفذها باستخدام ال dot slash واسم اللي سكريبت فقلت له اوكي وبهي الحالة رح شوف انه ال output اللي طلع عندي عندي IOMMU group بعدين عندي رقم اللي group صفر واحد اتنين تلاتة يعني عندي اكثر من group هلا بهذا ال output رح نلاحظ انا متل ما حكيت بدي مرر كرت الشاشة المدمش اللي هو بهاي الحالة طالع عندي باسم display controller وال post id الخاص في اللي هو صفر اتنين هاد اسمه اللي هو ال UHD graphics 630 هلا بهذا بنفس ال output رح نشوف انه ال group 2 اللي هي خاصة بكرت شاشة انفيديا فشايف انه عندي ال post id واحد اللي هو VGA compatible controller هاد اسم الكرت او مواصل نوع الكرت اللي عندي وكمان في عندي ال audio device كمان هدول اللي اتنين موجودين بنفس ال group هاي النقطة مهمة جدا انه يكونوا موجودين بنفس ال group لانه في حال كنت عمالي مرر كرت شاشة انفيديا فانا رح استخدم ال VGA اللي هو الفيديو وال audio الصوت اللي اتنين لازم اني قوم بعملية تمريرهم للماكينة الافتراضية لأحصل على صوت وصورة هلا انا بال group 0 ما في عندي غير كرت الشاشة المدمج والصوت رح يكون هو صوت النظام ما رح قوم بعملية path through له يعني هاي بالنسبة الي يكفيني وجود بس مدخل واحد بال group 0 هلا بالمدخل او بهذا الكرت رح لاحظ انه بنهايته في عندي ضمن قوسين مربعين في عندي ID هاد ال ID مهم جدا 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 لانه بعد لحظات بدنا نقوم بعملية عزل الكرت عن النظام الاساسي لنقوم بعملية العزل لازم انيكون مدون او مسجل هاد الرقم ال ID بمكان ما هلا في حال كنت بدي مرر كرت شاشة انفيديا فرح انسخ ال two IDs الخاص بالفيديو والخاص بالصوت فرح انسخ هادول الرقمين او بحالتي انا ال ID بس الخاص بانتل رح حطهن على جنب هلا متل ما حكيت الخطوة اللي بعدها هي اهم خطوة بهاي العملية الا وهي اني اعزل كرت الشاشة اللي بدي اعمله ال path through بدي اعزله عن النظام الاساسي بدي خليه انه نظامي ال host ما يتعرف عليه او ما يستخدم درايفراته فحتى قوم بهاي العملية لسه حاكيها للكلمة انه بدي الغي الدرايفرات بدي بدل ما استخدم درايفرات ال xf86- intel مثلا بحالة intel او درايفرات mesa او اني استخدم درايفرات انفيديا بدي استخدم درايفرات وهمية اللي هي الفي اف اي يو اللي بالاساس هي من الكي جي ام او من الكي اي ام يو هي حزمة مستقلة من قوم بتثبيتها بس هاي الدرايفرات راح تخلي انه نظامي ال host خلاص ما عاد يشوف الكرت والكرت بس بيروح للماكينة الافتراضية فلحتى نقوم بعملية العزل عزل كرت الشاشة او كرت الصوت او اي PCI device في عندي طريقتين الطريقة الاولى اني ضيف كرنل برامتر للغرب configuration او للبوتلودر او اني قوم باضافة كرنل موديل للنظام هلا اذا امت بالطريقتين اذا نفست الطريقتين مع بعض هذا الكلام مو غلط وما بيتعارضوا مع بعض وانا بالاساس امفاعل ان امت بالطريقتين يعني نفست الخطوطين اللي راح نشوفهم بعد شوي فالخطوة الاولى متل ما حكيت اللي هي اني اعملها عن طريق ملف اللي غرب لا ننسى انه انا نسخت الاي دي اللي طلع عندي من شوي لاني راح استخدمه مباشرة فرح نرجع ونفتح ملف اللي غرب فرح نرجع ونقل له اللي غرب لديفولت غرب ورح نرجع لنفس السطر اللي كنا فيه فرح نجي بأي مكان بالسطر انا راح ضيفها او ضفتها بعد الائ او ام ام يو راح نقل له في اف اي او داش بي سي اي دوت اي ديز يساوي الائ دي اللي نسخته او في حال كنت عمالي مرر كرت الصوت وكرت الشاشة راح قل له الائ دي الاول فاصلة الائ دي التاني وبعدين لحتى في حالة انفيديا هلا انا ضيف هاد الكلام بس حاليا مع ما لي استخدمه وفي حالة انفيديا وفي حالة كنت بدك واجهة مشكلة مع الماكينة الافتراضية لو ويندوز طلعت عندك البلو سكرين او واجهتك اي مشاكل فممكن انك تضيف البرامتر التالي اللي هو kvm.ignore underscore msrs يساوي واحد هاد بحل مشكلة البلو سكرين هلا انا مالي مستخدمه بس ضيف هاد السطر لحتى نوعا ما تكون العملية كاملة هلا هاي الطريقة الاولى بعدها طبعا رح نرجع وننفذ امر اللي كان grub-mk هاد الكلام ما رح نفذه حاليا هاي الخطوات لحد الان ما في اي اختلاف بين توزيعة وتوزيعة تانية الخطوة اللي رح نشوفها حاليا اللي بتختلف من توزيعة لتوزيعة تانية هلا وهي كيف بتضيف الكرنل الموديلز الكرنل موديلز هلا على ارتش اللي رح اشرحها رح نقوم بتعديل ملف ال-etc-mk-init-cpu c-p-i-o على ديبيان على ديبيان وبونتو في عندي طريقة مختلفة وعلى في دورة بدي استخدم الدراكات كمان طريقة مختلفة بدك تشوف كيف بتقوم بهاي الخطوات على توزيعتك اللي عمالك تستخدمها مثل ما حكيت على ارتش رح نقل له sudo nvim slash etc slash mk init cpio.conf بهذا الملف في عندي سطر اللي هو الموديلز بسطر الموديلز لازم اني يضيف بالترتيب اللي مذكور خلينا ننسى القسم الاول نيجي لعند ال-v-f-i-o رح نضيف ال-v-f-i-o-p-c-i-v-f-i-o بحد ذاتها v-f-i-o-i-o-m-m-u-type-1 فلو رجعنا للويكي رح شوف انه هاد الكلام مشروح بقسم الويكي روجينا للإنيت رام fs رح نشوف انه عمالي قلي انه نضيف هاي الكلمات ضيفها للموديلز وكمان بنفس الملف انا بعدني موجود بنفس الملف في عندي بسطر الهوكس في عندي كلمة mod conf لازم اني اتكد انها موجودة اذا ما لها موجودة رح قوم باضافتها بس انا بحالتي كانت موجودة فما اضفتها بعد ما ضفت هاي الكلمات لازم اني ارجع واعمل اعادة توليد للإنيت رام fs هاي الخطوة متل ما حكيت تختلف من توزيعها لتانية بس على arch رح تكون sudo mk init cpio dash capital p هاي الكابيتال p انا حاططها لاني عمالي استخدم two kernels على النظام عمالي استخدم kernel latest وعمالي استخدم RT اذا كان عندي kernel واحدة رح يكون عندي بدل upper case p رح يكون في عندي lower case p وبعدين space واسم الكرنل مع capital p هو رح يقوم بعملية اعادة التوليد لكل الكرنل اللي موجودة عندي فرح نقل له الامر ونستنى لا يخلص فمتل ما اللي شايف بهي الطريقة رح يقوم بإعادة توليد الامage ل two kernels هلا في عنا خطوة اخيرة بدنا نعملها قبل ما ننتهي من عملية الاعداد والروح للماكينة الاقتراضية رح نشوف شو هي هاي الخطوة اللي متل ما حكيت اللي كانت خاصة بعملية العزل اللي هي اني ضيف ال id اللي شفتها من شوي لملف موجود بالmodprop.d فرح نفتح هاد الملف هلا مو بالضرورة انه يكون اسمه vfio ممكن انك تسميه بالاسم اللي بدك بس المهم اللي هو المحتوى فرح نجيه ونفتح هاد الملف فرح نقل له sudo nvm slash etc slash modprop slash vfio dot conf شايف انه بالترتيب السطر الاول انا ضايفه بس لحتى تكون العملية كاملة او في حالة كروت انفيديا بس اللي بهمني اللي هو السطر التاني اللي هو options اللي هي vfio dash pci space ids يساوي وعندي الاديات اللي ضفتها لالجرب واللي نسختها من الجروب الخاصة بال iommu هلا متل ما انا شايفين انه انا هون عندي اي دي واحد بس الخاص ب انتل بس اذا كان في عندك انفيديا برجع و بكرر انه رح يكون في عندك اي دي ال vga و اي دي الاوديو طب نضيف الاثنين وبهاي الحالة رح نكون جاهزين انه نعمل اعادة تشغيل للنظام انا بالعادة ما بستخدم النيو فتش الا بحالات نادرة جدا جدا بس اليوم لو فتحنا النيو فتش رح شوف انه في عندي الجي بيو الاول وفي عندي الجي بيو التاني شايف انه الانفيديا والانتل بعدهن موجودين بس لو لحت تشوف هل تمت عملية العزل بشكل صح ولا لا رح قل له سودو lspci k رح ايجي بهذا الاؤتبوت اللي رح يكون طويل جدا لو اجيت لل pass id 002 اللي هو خاص بال display controller intel لو شفت القسم اللي اعماله اللي kernel driver in use لو طلع عندي i915 اللي جاية من التعريفات مفتوحة المصدر هون بهذا القسم لو طلع عندي بدل lvfio dach pci طلع عندي i915 فهذا الكلام معناه انه عملية العزل ما تمت بشكل صح بس باعتبار انه طلعت عندي التعريفات الوهمية او drivers الوهمية فهذا الكلام معناه انه عملية العزل شغالة بشكل صح هلا لو جيت للقسم الخاص بانفيديا لو دورنا على انفيديا اللي هي ال01 رح شوف انه اللي هي انفيديا لاني ما امت بعزل انفيديا فشايف انه مستخدم الانفيديا هذا الكلام معناه انه انا جاهز لاني ابتدي بانشاء الماكينة الافتراضية فلحت نقوم فلحت نضيف ماكينة افتراضية جديدة بالفيرت مانيجر رح نضغط على زر الاضافة ورح نجي ومن الوكل انستول ميديا محدد رح نقله فورورد وبعدين رح نجي ل choose iso ورح نقله browse هلا انا ملف iso حافظه بمثار معين على جهازي فهو البونتو 2304 رح نقله choose volume شايف انه تعرف عن نظام اللي عندي ورح نقله او عن نظام اللي عمالي نسبه ورح نقله فورورد هلا بالنسبة للميموري رح خليها 4 جيجا بس بالنسبة للسي بيو رح فورورد هلا ما رح اختار اي custom storage بس 25 جيجا يعتبر اكتر من كافي رح نقله فورورد هلا الخطوة الاهم هون قبل ما قلله finish هي اني فعل خيار customize configuration before install رح نقله رح نحدد هاد الخيار واذا انت بدي اعطيها اسم غير الاسم المختار ممكن اني غير اسم الماكينة انك تقوم بهاي العملية باستخدام UEFI هلا هو بالفيرموير انا بحددها مغير اعدادات الورد لحتى دائما يعملها UEFI بس ممكن انه يكون طالع عندك BIOS اذا كان BIOS بتغير ل UEFI وإذا كنت عمالك تعمل ماكينة افتراضية ويندوز فتأكد انه UEFI اللي محدده ما في كلمة Secure Boot او Sec Boot لازم يكون بدون Secure Boot او بعدين انك تدخل لBIOS الماكينة الافتراضية وتعطل Secure Boot هلا انا رح اختار UEFI بدون اي شي ورح نقل له Apply بعدين رح نجي لقسم Boot Options نحنا قمنا باضافة ملف ISO بس لازم انه نضيفه او نفعله بقائمة البوت او بالBoot Menu ففعلت SATA CD ROM ورح نقل له Apply هلا لو كنت عمالك تقوم بهاي العملية بدون Secure بدون GPU Path Thru فهات كل شي بدك قبل ما تضغط على زر Begin Installation انا باعتبار انه بدي امرر بدي اعمل الGPU فلازم اني ضيف الكرت اللي امت باضافته فقبل ما ضيف الكرت رح اي شي لقسم الفيديو هلا انا ما بدي يطلع عندي اي output على الشاشة اللي عمالي استخدمها كل شي بدي ودي للشاشة التانية فبالفيديو رح ايجي للموديل وقل له None ما بدي اي شي يطلع بهاي الشاشة كل شي بدي ودي للشاشة التانية بس بهاي الحالة هلا صرت مجبر اني ضيف كرت الشاشة فرح نقل له هاردوير ورح نيشي لقسم PCI host device ومن هاد القسم رح نختار كرت الشاشة اللي امنى بعملية الpath رو الو سواء انتل او انفيديا هلا انا الكرت اللي مررته كان هو ال UHD graphics كيف بارف انه لو كان في عندي اكتر من كرت متطابقين لو في عندي كرتين شاشة على كمبيوتري انا واحد غني جدا وعندي كرتين 4090 فالاختلاف بين الكرتين رح يكون بالبص ID نحنا شفناها من شوي بالLSPCI انه على يسار الشاشة قبل اسم الجهاز في عندي البص ID فلو في عندي كرتين 4090 وانا مررت واحد وتركت التاني للنظام فبس اللي له البص ID الخاص فيه رح اعمل له عملية التمرير رح اقول له اوكي فنش هلا مثل ما لي شايف عمال يقول لي انه هاد الكرت مستخدم بكل الماكينات الافتراضية اللي عندي بدي استخدمه كمان هون رح نقول له هلا ضل عندي بس اني مرر الكيبورد والماوس فلهاد السبب انا في عندي برجع ل وانا بالبداية كنت من اعدادات الفيرت مانيجر انفعل ال اكس ام ال اديتينج فمن الاوفر فيو رح اجي ل ال اكس ام ال ورح اجي لقسم ال وفي عندي نص انا ناسخ بشكل مسبق اللي في اسم الماوس واسم الكيبورد اللي بدي استخدم هن فضفتهم لقسم ال رح نقل له وهل تثبيت ابونتو اكتر من مرة بس رح شوف انه فعليا رح يطلع عندي ابونتو على الشاشة التانية فرح نقل ال بجين انستوليشن هلا اول شي رح شوف انه على الشاشة الحالية عندي كلمة connecting to graphical console for guest وعندي الماوس هلا عمالي حاول حرك الماوس بس ما عادت تحركت هلا على الشاشة التانية اللي ما رح يطلع عندي لانه عملية الدرايفرات بتم تحميلها بمرحلة لاحقة فلا هاد الشي كل شي قبل ما اوصل لل graphical target ما رح يطلع عندي بس رح نشوف انه بعد مرور عدة لحظات رح يطلع عندي ال splash بس بدي شوف انه رح تطلع عندي ممكن انه تاخد شوية وقت بالبداية فمتل ما اللي شايف انه على الشاشة التانية طلع عندي ال splash screen الخاص بوبون تو وهي الماوس شغال متل ما اللي شايف هلا انا ما رح انشي بعملية التثبيت بكاملها بس قبل ما اقوم بعملية التثبيت الشي الوحيد اللي بدي نشوف وحتى نتأكد انه ال gpu فعلا تم تمرير ه ل الماكينة الافتراضية هي اني رح اجي ل settings ومن settings رح اجي ل about ومن about لو جيت لقسم graphics رح شوف انه اللي عمال يستخدمها اللي هي intel u h d لو ما كنت عمال يمرر الكرت بشكل صح كان رح يطلع عندي software rendering خلينا نطلع من هاي الماكينة الافتراضية لو اجينا ل الماكينة الخاصة بarch نفس الطريقة هلا بعد ما جيت وفعلت الماكينة او شغلتها رح شوف انه الماوس ما عادت اشتغلت عندي بس بالشاشة التانية طبعا انا ليش مسبت اربع ماكينات مسبت واحدة مع kde مسبت واحدة مع xfce عندي fylora وال ubuntu اتنات هم بيستخدموا اللي gnome بس لح تشوف يعني انه بغض النصر عن التوسيع اللي عمالك تستخدمها ولا user interface اللي عمالك تستخدمها فالعملية متطابقة هاي على الماكينة على arch رح شوف كمان انه طلعت عندي فرح نحط له كمان password ولو اجيت بنفس الشكل للsettings واجيت ل about this system رح شوف انه graphics processor اللي هي mesa intel u hd فكمان على arch ومع kde لسه مستخدم كرت الشاشة الصحيح ومعمل ويستخدم software rendering هلا نفس الكلام رح نشوفه على debian ورح نشوفه على fedora فما رح ارجع ودخل او افتح الماكينات الافتراضية التانية بس الشي الاخير اللي بدي وري اللي هو الwindows اللي اغلب الناس اللي بدها تقوم بهاي العملية علشان الwindows وتقوم بعملية ال gaming مع ال intel ما اشتغلت معي فهلا هاي الماكينات رح افتحها انا مثبتها ومثبت كل التعريفات ومثبت كل يعني اي شي بيخطر على بالك ومثبت عندي ورغم هل شي يعني عماله يشوف الكرت بس ما عماله يستخدمه على الشاشة التانية اللي موجودة جنبي ما طليع عندي اي output والاداء بالشاشة اللي عندي اللي هي هون ضمن virtual يعني هو اداء بدل بشكل واضح انه عمله يستخدم software rendering ما عمله يستخدم كرت الشاشة الصح هلا خليه بس يقلع ونشوف لحتى نتأكد انه فعليا متعرف على كرت الشاشة او شايف كرت الشاشة بس ما له متعرف عليه هلا هاد الكلام لو اجيت لويكي ارش في عندي شي اسمه intel gvt dash g هلا هاي اللي ممكن اني اقوم فيها لحتى خلي الويندوز يشتغل مع الانتغريت intel gpu بس هاي الطريقة اول شي تشتغل لغاية معالجات الجيل العاشر على ما اعتقد الجيل 11 12 13 ما بتشتغل معها فلغاية الجيل العاشر ممكن انك تقوم بهاي الطريقة انا ما امت فيها لانه يعي متل ما حكيت انا ما عندي اهتمام بويندوز فما مشيت بهاي الخطوات للمهتمين ممكن انه يرجع ل arch wiki ويشوف يدور على gvt dash g اذا في عندك كرت شاش اذا في عندك معالج مدعوم لغاية الجيل العاشر لو رجعنا لل لو لو اجيت لل device manager فبال device manager واجيت لل display adapters رح شوف انه intel uhd graphics موجودة وكمان لو اجيت لل task manager ومن task manager رح نقل امور واجينا لل performance رح شوف انه gpu موجود بس معاله يستخدم هي مشكلة تعريفات هي مشكلة مثل ما حكيت gvt dash g هي انه انا ما عندي خبرة كافية بwindوز كلها احتمالات واردة لو كنت عمالك تقوم بهي الخطوات بحزافيرها مع nvidia فما رح تواجه اي مشاكل ورح يشتغل معك مباشرة برجع وبكرر انه اذا كان هاي الطريقة ما بتنفعك لازم يكون في عندك كرتين وفي عندك شاشتين او على اللابتوب لازم انه يكون في عندك مخرج ال hdmi ما له موصول على كرت واحد وليس على الكرتين لحتى تقوم بهي الخطوات اذا عندك كرت واحد لازم يكون في عندك كمبيوتر تاني لتقوم بهي الطريقة هات كل شي حبيت احكي عنه بهذا الفيديو بعرف انه الفيديو طويل جدا بس يارب كون قدرت اني غطي اكبر قدر ممكن من المعلومات وبأمان الله